باي ما هتشوفه دلوقتي في مرض الحمراء الحسامة بيقدرش يحمل على رجليله قدام اطلاقاً بيحاول يجيب رجليله وراه في نص بطنه ويزق نفسه وينط القلم بتاعها زي قلم الطلق عند الستات العلماء بيقولوا انه هو قلم لا يطاق ولا يحتمل ولكن ان شاء الله يا ذهبي هنعدي من الموضوع ده وقلت لنيكول سيبيه برة ما تدخليهوش خالص خليه طول اليوم برة يتمشى وياكل في النجيلة ويبقى مزاج وعنب العنب نيكول على فكرة من الناس اللي بتتواصل مع الخيل بطريقة مرعبة يعني بتعرف تتكلم الخيل وبتفهم لغتهم وبتحس بيهم احساس جامد جداً عشان كده بخليها تشرف اشراف مباشر على الخيل بتاعتي مع الدكاترة اللي شغالين معنا طبعاً المكان اللي انتوا شايفينه ده هو المكان اللي كان اول مرة نعرضه في حلقة حمالة اللي كان مكسر وكنت بقول لكم ان احنا نفتحه قريب الحمد لله المرحلة الاولى خلصت على خير وفتحنا ارض الخيل اشتركوا في القناة